أكد البنتاجون أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات التخلص من الأسلحة الكيميائية لديها بحلول العام 2023 وأوضحت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشهون برامج الحماية الكيميائية والبيولوجية أن بلادها قامت بالفعل بإتلاف 97% من ترسانتها الكيميائية حتى الآن تنص على ضرورة إتلاف كامل ترسانات الأسلحة الكيميائية في غضون عشر سنوات ووقعتها 122 دولة في الأمم المتحدة فما هي معاهدة حضر الأسلحة الكيميائية؟ معاهدة حضر الأسلحة الكيميائية معاهدة لضبط الأسلحة تحضر إنتاج الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها واسم المعاهدة بالكامل معاهدة حضر وتطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها تمت المعاهدة بإدارة منظمة حضر الأسلحة الكيميائية OPCW ومقرها الرئيسي في لاهاي ودخلت حيز التنفيذ عام 1997 وتتمثل أهم موجبات أطراف هذه المعاهدة في تطبيق هذا الحضر وتدمير كافة الأسلحة الكيميائية الموجودة وتشرف منظمة حضر الأسلحة الكيميائية على عمليات التدمير ابتداء من أبريل عام 2016 وافقت 192 دولة على الالتزام بمعاهدة حضر الأسلحة الكيميائية وقد وقعت إسرائيل على المعاهدة لكنها لم تصادق على الاتفاق وابتداء من أكتوبر عام 2016 تم تدمير حوالي 93% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن في العالم وتضم المعاهدة أحكاما تقضي بالتقييم والتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها